على وجه التحديد هناك ثلاثة أهداف رئيسية أولا تسمى عملية حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية حماس هذه بطوفان الأقصى في ظل مواصلة قوات اليمين المتطرف في الحكومة الإسرائيلية القيام باستفزازات منذ بداية هذا العام تحاول العملية العسكرية الواسعة النطاق لحركة حماس استخدام المسجد الأقصى الديني لإثارة اهتمام الشعب الفلسطيني والشعوب العربية أما الهدف الثاني المحدد فهو التدخل في عملية التفاوض الجارية بين السعودية وإسرائيل بشأن تطبيع العلاقات نحن نعلم أنه في لاوينة الأخيرة وخاصة مع الترويج القوي للولايات المتحدة تجري السعودية وإسرائيل مفاوضات للتوصل إلى اتفاق الأمر الذي أثار قلق حماس والفلسطينيين الذين يعتقدون أن هذا سيضر بالتأكيد بالقضية الفلسطينية وفي هذه الحالة تحاول حماس التدخل في عملية المصالحة الجارية بين المملكة العربية السعودية وإسرائيل من خلال عمليات عسكرية واسعة النطاق ثالثا اتخذت حماس هذه المرة عمليات عسكرية غير تقليدية بهدف اعتقال المزيد من الضباط والجنود الإسرائيليين وقد رأينا أيضا أنه بعد اقتحام حماس لإسرائيل هذه المرة قامت باعتقال العديد من الضباط والجنود الإسرائيليين وبعد ذلك سيصبح هؤلاء الإسرائيليون الكثر الذين تم أسرهم أيضا ورقة مساومة مهمة لحماس في التفاوض مع إسرائيل ومقاومة الهجمات أثار أسراء واسع نطاق بين فلسطين وإسرائيل قلقا شديدا لدى المجتمع الدولي حيث دعا مسؤول الأمم المتحدة والعديد من الدول إلى الحدوء والضبط النفس ويعتقد لشاوسيا أنه انتلاق من الوضع الحالي فإن هذه الجولة من صراعات لن تنتهي على المدى القصير لكنها لن تتطور إلى حرب شرق الأوسط السادس ولن تخير الوضع الإقليمي على نطاق واسع انطلاقا من ردود الفعل الحالية من جانب المجتمع الدولي فإن الولايات المتحدة وأوروبا تدعمان إسرائيل بأغلبية ساحقة في حين تدعو بعض الدول في المنطقة مثل مصر وتركيا والمملكة العربية السعودية الطرفين إلى ممارسة ضبط النفس لكن بشكل عام لا يزال موقفهم يميل إلى حماس وهناك أيضا عدد قليل من الدول والقوى مثل إيران وحزب الله في لمنان تدعم حماس علنا ومن الممكن في الأساس أن نستبعد احتمال تحول هذا الصراع إلى حرب سادسة في الشرق الأوسط وبعد ذلك يتعين علينا أن نرى ما إذا كان هذا الصراع قد يمتد إلى الضفة الغربية أو حتى إلى حزب الله اللبناني وإسرائيل لكن بشكل عام لا يزال هذا الصراع يوصف بأنه زوبعة في فنجان ولا يزال تأثيره الفعلي على الوضع العام في الشرق الأوسط محدودا ملتد إلى الضفة الغربية